دكتور أندريس باقتصاصي بالجهاز الهضمي موجود معنا اليوم موضوعنا فقر الدم والجهاز الهضمي بصحة أهلا وسهلا فيك دكتور ياسدك اسمت صباحك مرسي كتير فقر الدم شغلي يعني أوقات من عيني منه أوقات من رد كل تعبنا عليها وأوقات يمكن ما بيكون الحق عليها ولكن الواضح بالنسبة لك فإذن أنه فقر الدم مرتبط نوعا ما بالجهاز الهضمي ليش لا لنفهم هالموضوع بدنا نشوف شو علاقة الجهاز الهضمي بالدم بعدين نشوف شو علاقة فقر الدم بالجهاز الهضمي بعكس ما الناس بتفكر الجهاز الهضمي أساسي ليتكون الدم إذا الجهاز الهضمي ممتص المواد اللي بتكون منه الكراويات يعني الحديد فيتامين بيدوز أسيد فوليك بيصير فيه فقر الدم فإذن الجهاز الهضمي ممر أساسي لحتى الدم يتكون شو علاقة فقر الدم بالجهاز الهضمي هالدم الموجود بالإنسان متل خزين لازم على طول نعبيه ومن وين بيروح الحنافية بتفضي بتفضي من الجهاز الهضمي يعني إذا الواحد عنده فقر دم بنا نقول شو فقر الدم الإنسان ما بيعرف حق إذا ما عمل فحص دم كل شخص عنده تعب تعب إرهاء اللي تحيل اللي تنشاط وجه مصفر اللي تقابليه تعصيب من دوم سبب ألا ما بينامي منيح بالليل اللي تنشاط جنسي لعيين نفس لازم يروح يعمل فحص دم لأنه الفحص الدم لازم يكون عنده الإنسان فوق أربع عمليين كروية حمرة أو ثمكة الدم من سميه إماتوكريت لازم يكون فوق الخمسة والثلاثين كل شخص عنده أقل من أربع عمليين كروية حمرة أو أقل من خمسة والثلاثين إماتوكريت عنده فوق دم مضروري الواحد ينتر للآخر للموتور ما يعود يمشي شو سبب فوقر الدم سبب فوقر الدم يا إنه نزيف شخص بيبزق دم أو بيراجع دم أو بيخرج دم هاو معروفين ساعتها بغري بديرو عند حكيم أخصائي يعمل له تنظير للمعدة أو للمصران وبيعرف شو السبب نحن هلأ بدنا نركز على فوقر الدم الخفيف المزمن اللي بيقتل الإنسان من دون ما يحس الإنسان بدنا نشوف شو أسبابه ويعوقلوا حياته نعم الأسباب بهالأيام كتير أولا المعدة تانيا نلمصران المعدة في مرضين كتير من تشرين هني أخذ الأسبيرين أو الالتهاب ببكتيريا اسمها إليكوبكتر بيلوري أخذ الأسبيرين كاتيا أكتر من 50% من الأشخاص فوق سن الخمسين بالعالم كله وبلبنان عم يأخذوا أسبيرين أسبيكور أسبيكوت كله نوع من أسبيرين أوفا لا يحموا حالهم من جلطة الدم من جلطة القلب من إشياء لانسداد الشريين دكتوري زيك بسأل الأطباء بيوصفوا هالأسبيرين تريبيا معنا ما عمقول مش عاطي ولكن عمقول عند بعض الأشخاص وعندي كتير أشخاص بيجي المريض ما بيعرف حاله شو بويا حكين ضعفان تعبان والمحين بيطلع عفحس الدم بدنا نعمل تنظير للمعدي منبين أنه الأسبيرين أو الأسبيكور أو الأسبيكوت جارحين المعدي فعمل تنزف يعني تنزف بس خفيف يعني ما بحس الواحد بخروجه أنه صار فيه دم ليش فيه نزيف تبين عالميا أنه كل حبة أسبيرين أشخاص بيطلع عفحس الدم يأخذ الواحد من أمه يأخذ أسبيرين ضروري يكفي إلى أنه حس بوجع معدي أو شايف عنده فؤر دم بدرو عند أخصاء الجهاز هادي يعمل له تنظير ساعتها يبيعطي دواء لحماية المعدي هو عم يأخذ أسبيرين أو بيعطي شيء غير الأسبيرين بيفيد لتقلص الدم للكيو للكواغولاسيون من دون ما يضر المعدي وهذا موجود تاني شيء مرض كتير منتشير خمسين بالمئة من الناس بالعالم كبار وصغار وباللبنان تمام يعني مليونين شخص باللبنان عندهم أنفكسيون من هني وصغار اسمها هي بكتيريا موجودة بالمعدي عيش معنا بيروي ما منحس بشي إلا أنه يالواحد بيعصيب يالواحد بياخد إدوية لسيالين الدم انتي انفلاماتوار أدفيل مرة بتخدها لواجع راسة لواجع المعات إتسترا المعدي ما بتتحمل بتنجرح فكل إنسان عنده فقر دم خفيف بدوين عمله تنظير لمعته لينشاف إذا عنده إليكوباكتر بيلوري تتعالج ونهائيا بالصح الواحد بسير يقدر ياخد إدويتو من دوم أي فحصات الدم العادية الدورية بتبين فحص الدم إيماتوكريت ينعمل فحص الدم الكراويات تالت شي إذا كان في نزيف دم إذا ما كان بالمعدة هون بدي شدد بيكون بمصران الغليز مصران الغليز في كتير أمراض هلأ عم بتزيد أكتر وأكتر هي عم تتبب فقر دم من دوم المريض يحس في شي اسمه شي مهم كتير اسمه ديفرتيكول هيدا عالموضة يعني جيوب بالمصران بتتكون مع العمر من رجيم الأكل اللي عم نعيشه من سترس الحياة مع الوقت المصران بيصير يعمل بلونات هالبالونات بتنزف وتعمل فقر دم لازم ينعمل نظور بمصران الغليز إذا فيها العلاج بتبطل تنزف كما أنه في أمراض كتير عم نشوفها بعض الحرب بالعالم كله ولبنان خاصة هي تقرحات المصران يعني ركتوكوليت أول سيريز أو مالادي دوكرون بالنظور منشوف بكل المصران في تقرحات هيد بالنظور بيتبين نعمل خزعة نعطي علاج خاص لإلى بصح المريض كما أنه وهون بشدد في كتير ناس هالمدي عم بيموتوا بسلطان مصران الغليز لأنه هاملين حالهم ما لازم بقى بالقرن الواحد والعشرين كنسر دوكولون بصح نهيئيا إذا تخز بأولة التشخيص أي شخص بحس نتفي الدم بالخروج ما يقول معي بوسير أي شخص معه أنيميا خفيفة يروعون أخصائجي هذه الهضمة بيعمل لها التنظير بيشوف يا لحمية بنيني بوليب بإيمة يا بيعمل خزعة تطلع كنسر بأولته بصح المريض إذا عولج آخر شي بدي شدد على أننا نحن هو أسباب النزيف بالمعدة وبالمصران ولكن فقر الدم بيقدر يجي برجع لأول حديث كاتيا معدم انتصاص المصران للمواد الغذائية من الأكل بيجي الحديد هلي هو بيكون الكراويات بيجي الفيتامين بيدوز والأسيد فوليك هلي هني أساس تكوين الكراويات هاودي لازم يكون زغبرت المصران نضيفة لتقدر تمتصن ولكن في عنا أمراض وخاصة مرض من تشير كتير وبره حكيته أنا معك أنت من كم شهر هو حساسية الجلوتن الجلوتن الألرجي أو حساسية الأمح 2% من الشعب عنده إياها بالعالم كله يعني عنا نحن بين 50 ألف و100 ألف مريض مش عارفين حالون معن عدم امتصاص المواد الغذائية من المصران من هالحساسية لحتى نعرف شو بها كيفية بدنا نعمل تنظير للمريض اللي عنده فقر دم أو اللي عنده إسهيل أو اللي عنده إليتكالسيوم أو أوستيوبروز بالإسناي عشرة مناخد خزعة بيبين معنا حساسية الأمح منحطه على رجيم بلا جلوتن بصح نهيئا هون الفحصات الدم ما بتنفع لا 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 تنظير وخزعة ما لازم الواحد ينطر لآخر دقيقة ينفكس بالمرة ما عود يقدر يمشي إليه يروح يعمل فحص دم ما إذا ما بدأ حكيم لأنه بعض بقية العضاء عم تتأثر وعم يسير مشاكل العوارد اللي حكينا عنا شحوب بالواجه ضعف كذا يعمل فحص كرويته الحمر إذا ضعف بديرو عند أخصائي ملم بهالم موضوع للجهاز الهضمي بدون عمله ندور معدي أو ندور مصران ندور المعدي بيبين تقرحات من الأسبرين أو من الهليكوبكتر بيلوري بيتعالج نهائيا أو بينعمل ندور معدي هايين كتير ما بدوا مستشفاء بياخد عشرة دقاي وما بدوا شي بياخد خزعة من الأسنى عشرة بيبين غلوتين ألرج ما طلع من المعدي ندور مصران الغليس كمان ما بدوا اسفشفاء أصعب شوي بياخد وقت بس 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 يومية عنا وكل أسبوع عنا حوادث كتير إذا خدرني للمريض بطريقة نعمة ما بيحس بشي مأكد حقين مش أخصائي أو ما عنده المعدي هين أكتر بتاخد عشرة دقيقة هاي ديك بياخد نصص ساعة وبينعرف نهائيا وبشدد ديفرتكول كانسير دي كولون ضروري ينعرف وبكير وهون العلاجات فإذا بتكون واضحة إذا كان يعني 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 طب أسبيرين بنعطال شي حتى نغطي المعدي أو منغير أنواع البرسانتين أو كذا إليكوباكتر إلو أنتبيوتيك خصوصي بصح مرض اللوغلتين بنعطال حماية بصح المريض وعننا كتير حوادي سايك فقر الدم ياما نسوين تجي لعننا بيهر شعر مش عارف شو السبب فقر دم ياما أشخاص بيجوا لعننا معن وجع راس أو انحطات أو العيين أو أو ما لازم الواحد يهمل حاله أول مختبر حده يعمل فحص كراويات هاي متل ما الواحد بيعمل بيخط ضغطه كل إنسان لازم يعمل فحص دم إذا عنده هالعوارض دكتور ياسبك قصة أنه يكون فيه داية غلوتين فري ما يكون أبدا الغلوتين عم يفوت على الجسم أوقات كتير من الناس بيتعبوا فيه لأنه القصة مش قصة خبز بس في كتير أشياء تانية بداخل للغلوتين هل فعلا أنه لازم يكون زيرو غلوتين ما في غلوتين ألرجية لكل الناس بالدرجة الزيتة مثل الربو فيهم مية بالمية إذا شابوا ريحت الغلوتين وفيهم بيتحملوا وفيهم بصحوا لذلك إذا الواحد أجدوا هالألرجية مثل السكري مثل الربو عن كبر بصح هو وصغير بيكون هيدا ويراسي ما بتصح عن كبر أكتر الوقت بيجي يا انفكسيون يا سترس نيرفو منعليجون بصحه نهائيا على طول دكتور أهلا وسهلا فيك دايما نتحدع بوجودك معنا ومناخد دايما معلومات حلوة فإذن بالنسبة لهالموضوع بذات واللي هو فقر الدم هون مش عم نحكي عن الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالدم أو يمكن كريات صغيرة أو يعني عندهم مشاكل تانية عم نحكي عن الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل فقط دم هاودي جهاز الهضم مهم كثير هو السبب الأساسي لفقر الدم عدم تكوين الكراويات مثل ما قلنا أو نزيف خفيف ما عم نحس فيه نلمعدة من المصران صار إشياء واضحة ندور معدى ومصران ضروري عن كل شخص عنده هالعوالد شكرا لك دكتور ياسبيك وفي هالقوم نجاح منتابع مع واتسانين تيفي خليكم معنا شكرا لك شكرا لك